–مشاهدين الكرام مساء الخير عليكم مرحبا بكم معنا في حصة خيارات بلادي الموضوع يخيرناه لكم اليوم راحين نتكلم Gardق pullingota معنا فلاح من ولاية بلدة صحراوي جلالي مساء الخير أستاذ صحراوي مرحبا بكم في جانب certain حصة خيارات بلادي للإذن أن الموضوع يخيرناه اليوم رايحين نتكلم على الأشجار المتمرا مشاهدينا الكرام ونرى examiner بعد هذا الفيتيار نعود لحوار ونقص هذا الموضوع دخل في التقالية على الجزائرين والجزائريات هنا نشوفه كانت تقريبا 25 صنف تعمش يمشى نحن كنا نعرفه واحد دولة فاريتي اللي دايمن موجودة في الأسواق هي طاناكا وطازا ولكن اللي هنا كانت تراث وهذا لازم نتحافظوا عليه كما نحافظوا عليه كل الباتريمونت وهذه الفاكية موجودة هي اللي درنا صدير ما بين كي يخرجوا الحمضيات ويدخلوا فاكية وحد أخرين تعصيف يعني جدا وخاصة لترانسفورماسيون تح المعجون ما كاش دار ياسي مصطفى بطروح وماشي داري للا كونفيتير وولا المعجون تحل مش مشا ولو يفنوا فيها يعني وهذه يعني المرأة الماكية في الدار يعني تخدم بها وتقدر تكون مصدر يعني عيش لها دونك هو الشغل يملأ هذك الفاراغ في السوق لأنه الفواكية هذك المبكرة تعل الخوخ وتعل مش مشيتو تكون يعني ثمنتحة شوية تكون ثمنتحة باهظ دونك هذل الفخوي يملأ هذك الفاراغ في السوق يعني المستهلك يلقى وش يستهلك كم فاكهة دايما عودوا نقول لأشجار المثمرة اللي راي في الإقيرات خاصة أشجار الزعرور كالي يسميه الزعرور كالي يسميه المزح كالي يسميه كل واحد كيف يسميه كل ناحية كيف تسميه وبلد يدبو فاركتو ممعروفة بالزعرور كيما القليعة ورام بدو يتخلو عليها هنا حبينا نحيوها هذو أشجار المثمرة لازم يكون الفلاح دايما يعني ينوع في الأشجار المثمرة ما يقعوش غير قال في الحمضيات وقال كذا منا في الخوق في التفاح في البعويدان ينوع هذا هو اللي يكون أول قبل الخوق وقبل الأخر يكون موجود هذا الزعرور يطيب جيسة كي يخلص الحمضيات ويكمل الفاكهة على الحمضيات أهمية زراعة الأشجار في الوسط الحضاري وخاصة في المدن بحيث هذه السنين الأخيرة نلاحظ تدهور هذه الزعرور ونلاحظ نقص كبير في زراعة أشجار الزعرور في المدن موسيقى اليوم من خلال هذا اللقاء حابين عودوا نحييه هذا الإرث الجيني اللي يساهم في التغذية رح يكون عندنا يغطينا السوق وكذلك يكون في تنوع في الاستهلاك ونتفادا واستيراد فاوكه يعني بالعملة الصعبة مثل المعوز اللي من بعض الحالات يعرف أسعار قياسية كذلك في التفاح وين يكون يعني التفاح يكون خزنينا يكونوا في نهاية الوسطوق نحن نشوفوا ليزان جينيو هنا ثاني يطلنا خبر على الفلاحة هذه على إنتاج هذا الله يبارك إنتاج سباب الله يبارك والحمد لله لأكل يحرار كلش الله يبارك إنتاج هذا معجون يما وعجوسي خضينا الطريقة التقليدية للمعجون من عند أمهاتنا وعجايزنا باش نباش تقعد دايما حاضرة باش ما تندثرش خاصة كما قولوا المعجون خاصة في هذه المناسبة معجون يمشي قليل قليل ويديرو كان لنا الشرف اليوم باش حضرنا معه هنا مع اليطاف والعمال تعليطاف خاصة في هذه الحفلة تعالى لنفل عيد المشيمشاء وهذا المشيمشاء وكان اليوم تنيسة بيرميتري للارتزانة باش يديفلوبوا طولي سكتور كنفندو وكانت فرحة وكانت الناس باش تعرف وخاصة كنا تكلمنا مع فلاحين اللي جاونا وعندهم نصائح اللي لازم ان شاء الله يعاونونا بهم باش ان شاء الله تطور بلادنا موسيقى 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 فا VERY COMPAR موسيقى 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 الميل موسيقى من العداق موسيقى جگلت ين موسيقى الم biomass حتى بين بيكينيني والرند في راق بيناتهم واحد الشهر ونصحك داك طيب بالرند هو الأول ومباد بيكينيني واحد الشهر ونصحك داك من قدرنا نعرف قطعة أرض ديالك شحل فيها وش من الأشجار المتمرة اللي فيها؟ فيها خمسة إكتارات فيها خوق فيها الرمان وفيها تشينا نعم نترك تقول لي فيها الرمان وفيها الخوخ وفيها تشينا نقول له بعض الفلاحين اللهم يشاهدوا فينا عم حابين يغرسوا الأشجار المتمرة على الخوخ كيفاش يدير؟ الخوخ يعني يشوف هنا النوعية اللي حاب يغرسها نعم حاب يغرسها يعني أنواع أنواع اللي أحبها هو نعم نعم يحرط الأرض يحرط الأرض يحرط الأرض يحرط الأرض ويعود يديكسيها يبلانيها ويجيب يقول له مثلا كين مقولين هذوك يعني مهندس دولة في الفلاحة باش يتابعوا باش يغرسها باش يغرسها في العام الثاني يتابعها نعم عندك خبرة في الفلاحة راه وغرسها شحل من الميترة يدير ما بين السجارة و السجارة ذو كين اللي أحب يدير ثلث مترات يحب يدير ثلاث مترات وذلك يحب يدير ثلاث مترات نعم زج مترات و نص ويش نياد ديكسي يكون له في جهة نعم ستدير ما يكروازيش بل يديكسي على جهة نعم يعني يدير مترات ونص ويغرس ما بين السجارة و السجارة كان يدير زوج ميترات ونصف نعم وش من الفرطين ديروا 300 ميترات وديروا زوج ميترات وميترات ونصف يدرك كاين اللي حبي يقول على الغلة نعم الغلة تكون له إنتاج زيادة شوية حتى ما نقوله كيدير على ثلاثة مترات يكون الإنتاج يعني يكون قاوي شوية يعني السجرات تكون مرتاحة تغطي لك الغلة مرتاحة وتكون الإنتاج يكون بزاف عم بيقول تكون عنده إنتاج قاوي يعني تطيك الغلة آآ يوى صح نقوله نترك غرستها وسبيتها وططت لك الغلة وش ديل هدوك الأشجار الأشجار هدوك ومبعد تزبر نقوله نترك نحية الغلة ديالك وديتها للسوق نديروا عملية التقليم ايه يعني تزبر تزبرها نعم تزبرها ومبعد لها الدواب نعم كيين دواب تكون في الحطب بيقول تكون مازال مقرجة نعم يدير لها تدريتموات تعدوا ومبعد تتبحها يعني يديروا لها الأدوية قبل ما ديل إزهار ايه كيين دواب يقولوا لها يدير الويدشوم هذا كي تكون في الحطب يديروا لها هذا التريتموات هذي ومبعد خطر أخرى كي تبدأ ثانية أدوية واخد آخرى مراهق يعني تباحها ومع سورته مع المناخ مع الجو نعم 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 يديروا لها هكذا كيسان بتاع هذو كل جوتاب ويديروا فيها جوية فيها الماء والدوا نعم نعم ويعد القوف في السجرة كل السجرة واحد كل السجرة واحد هي كيتشم هذك بتاع في الكاس هذك خلال سلكوا كيلي سلكوا وكيلي ما فاقش في الأول يسمى راح شوية يعني احنا خرجنا عندك للميدان والقلال أشجر ديالك ما شاء الله مددت الغلة وش مستر هذك هي الخدمة يزم توقف مع السجرة تاعك يزم السجرة توقف تشوفها مريضة خصتها الماكلة خصتها هكذا خصتها هدوة خصتها يزم لك دايما توقف معها نعم باتعرف الجنان تاعك واللي راه مليح نعم هذي يزم الإيسان يوقف مع الفلاحين هوم يشكيوا يعانيوا يعني من المياه انت وش تقول لنا المياه صحيح ذوك المياه ذوك شوية لبالك راح شوية جيك نعم بشتا شوية ناقصة وكذا وذلك ذوك اللي باش يحفروا وبيحفر فوراج ولا يديرت شوية صعيبة ولا وماشي صعب وشوية نعم كيدير دوموند وستنى وكذا ماشي سهل يعني نعم هذي هي وهي ذا كل حل هي وزارة الفلاحة يعني سهلت للفلاحين يعني يديروا طالب ويقدروا يحفروا الآبار ايها يحفروا ايه يحفروا بصح ماشي احب يقول غير دير يا طولة صعيبة تستنى كاين اللي عام كاين اللي صعيبة ماشي غير دير نقولوا يسهلوا لك بيفي قدروا نعرفوا وش من الوقت بدأوا تسبوا الأشجار المتميرة تحكم المصميرة بالقانون سويسوان نعم هنا يانج نقولوا كما كانت اخذر باللولة مكاش الجافاف مكاش كنا في الفلاحة ماي نختلقوا لها شوية شوية نقولوا تشم شوية ريحت اللازم ونباد ننديكسو والغيونو واللي عندو قوتا قوت معليش على كل حال نزيدو واحدة ال 15 يوم ونباد نقولها تشبع نقولها سيقوى نورمال وفي اللول نقولها شوية شوية بركاء ما تطيحش ال الغلاق الأزهار ايه خاشك شغل نقولوك تطلق لها المال خطر اللولة تطيلها فور شغل يتنخلع طيح موهي ما نطولها شوية شوية بعد نزيدون 15 يوم ما نقدروش نطوها بزاف المال وكان نطوها بزاف المال وكان نطوها بزاف المال تقدر تطيح لها الأزهار نعم ما نقدروش نطوها بزاف المال ما تطيح لها هذا الشوية هذا انتارك تقولو لي عملية الساقي كيفاش نسقيوها كان بعض من الفلاحين الأشجار دي اللوتات له الغلاق وكان الأعشاب الضرة يخليوهم انتوش تقولونا على هاد الأعشاب الضرة لا لا الأعشاب الضرة هي 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 اللي يخلق من هالأمراض نعم يزم كما الخوخ ما يحملش الأحمال الأحشاب الضرق الخوخ طور طور خوخ ما يحملش هو الزخر تاعه الأحشاب يزم ما يكونش تكون الأرض تاعه ما كاش خدش المرض يقامل الأحشاب هذو نعم انتارك تقول لي هاد الأمراض اللهم يجوم الأحشاب كيفاش هاركوا تخلصهم هاد الأحشاب الضرق كاين اللي يدلها دواق كاين اللي يدلها دواق وبالأخص هذو الدوا هذو هذو اللي يديروه كاينه نوعاته سجرة ماشي كيف كيف نعم كما الخوخ عنده العروب التوعو جايين الفوق كاين الدوا اللي ماشي مليح له أقدر نعم يزم يخدموه بالخدامين يزم يوسموه بالخدامين يعني يجب خدام هو اللي يداولون هاد الأحشاب الضرق لا لا ينقوشها يوريشها بالكيوش من ناحية عشيش هاداك كاين يدلها دواق بس احد دواق كاين السجرة اللي ما تحملش دوا ذاك اللي عندها العروب التاحة جايين من الفوق كما تشينها عندها العروب تاحة غامقين الدواق ما عليش عم بيقول يدلها ساكيما كاين نيغاريتي تاكيما خوخ العروب التوعو جايين شوية الفوق دوا ذاكي ذر السجرة نعم ما بش هو يعطينا إرشادات ورصائح فلاحية هنا عندنا مهندس سما نعم منين نشروا الدواوات منين روحوا نشروا الدواوات كاين واحد مهندس سما كي تروح تقول له باللي يودي أنا عندي سجرة هكذا ولا هكذا هو يخرج معك يخرج معك للميدان يخرج الميدان ويشوف هو يقول لك وش مدوا تديروا ش حال تدير العبرتاع ش حال تعدوا تاعك هو يقول لك وش هكذا تدير نقول له الأدوية ما لقيتش هو هذوك الأحشاب الظرة تنحيهم تخليهم تحرطهم لا لا ننحوهم نعم الأحشاب الظرة عندهم وقت يتنحوهم سجرة غير تبدأ من الزبروها تبدأ تلقح ننحو الأستاذ صحراوي يعني المنتوج تعلق الخوف أعطانا وديناه للسوق نقدروا نعرفوا شكن يتحكم في السعر يتحكم فيه الفلاح ولا سوق الجملة لا لا السوق الجملة هو اللي يتحكم في السوق الأسعار نحنا ننحو هذا الانتاج هذا مبالي وهنا خدموهم نعكو ذا وننقلوه للسوق نحطوا السوق ذلك السوق يتمشى مع السوق ذلك السوق هو اللي يدير سوما هو اللي يعني تولي الطالب والعرض هذه هي على حساب الطالب بتاعه ذوقيا السوق الجملة إلا كان إنتاج هذا كاين نقولوا العام هذا كاين وكاين الغلة تدخل يعني بالقوة وكذا تتخافظ الأمور نقولوا السلعة تتخافظ شوية نعم بس هلا كان كما مثلا نعم لي فاتش هنا ما كاش نقصت وكذاك شت حال أحبت ويننا ولا أحبت وما تحق هي قضية تعل نقولوا مثلا إنتاج لك أن أخوي ولك أن ضعيف هذه هي يعني كين ولي والغلة العام لي فات اللي طعتنا خير ولا هاد العام؟ لا لا هاد العام نظن خيرة هادش العام اللي فات شوية نقصها من الملاخ نعم ورب الرياح ونسخون وبعدها تشتاء وكذا منا يعني كين حاجات غيلة ما وشن يكيما السنة الحمد لله السنة الخوهرة جاي بتشينا يجاي باي الله يبارك الحمد لله عام خير السنة إن شاء الله الله يبارك هذه السنة يفلح يفرح والمواطن يفرح هنا كنت قلنا المواطن يفرح يعني المستهلك يروح للسوق كيفاش يعرف نوعية جيدة يعرف بلي هادك الخوهرة راهو شباب راهو واصل يعني فيه السكر يعني تا عندك خبرة عندي خبرة كيشوف الحبة تعرف هراهي واصلة ولا ماهيش واصلة هنا باش المستهلك كيروح للسوق ميتكلخش باش يعرفوش من نوعية لديها الضارب هاي وصح ذو كل هنا مقولول المواطن مقولولو ماذا بيك كي تروح للسوق وتشري هذي فاكيه هذي شريها في الوقت التاحق بارك الله وفيك ما تشريهاش يعني مسبوقة ولا فيتها الوقت نعم يعني شريها في وقتها يعني شريها مبسمية ايوه خاطر شو على ذو كاينا نشوف كاينا باريكي تاعتش هنا باريكزون كليمانتينو كذا كاينا يغلعوها الزرقة بغير وقت ويدوها لها أستاذ يعني هنما شيف اللاحين اللا رهم ينحو الغلاق قبل ما توجد يعني اللاح انا كنخرج ليه للميدان يقولك أنا المنتوج إذا محتان ندوق جيراني وداري باش ندنحي الغلاق قالك كنا ندوق جيراني وداري يقولي لي مايش وصلا أنا منحاش يقولك اللا رهم ينشروا الجنان انت ماش تقول لنا هي الحقيقة القانون يعني سوا سوا يعني باش يسمى كل الحاجة في وقتها نعم هو يعرف جيبينه وقيله كان مثلا الخوخ عنده وقت اللي يطيب فيه هو يعرف الوقت اللي يطيب فيه نعم يشريه في وقته طيب نعم إما مثلا قولوا هذ الأمورات هذول يرام يبكروا بهم ويقلعوهم على جلالة بلك بتسوا في الصحوق وبقى لبالك يعني نعم هذيك يسمى تدخل للصحوق ما مكاش هيا نزيد نقولك باللي أنا لولبارح شريط خوخ هذك نكتارين هذك ما كان في حتى بنا ما كان ولوك شيرك تاكل في الحجر يعني عندك خبرة في الفلاحة وشهاك هذك الخوف وحق شريطه قلت لي ما في حتى بنا يعني تكارير تشوفوا بعين وتعرفوا شوفوا حق ذك الله يبارك ايه نعم لا شريط أنا يا صدير قلت أنا ذو ربا ما حبيت ما موالو كي الحجر ديته لده الله ما كلاوه ما كلاوهش نعم تشوف يعني كيفا في الحاجة يقول إنسان يأكلها في وقت حق نعم كليمونتين عندها وقت حق كي تكون حمرق فهم تكون حبة تشوفها حمرق سوا سواق وفيها الحلاوة تعالى هذكو الوقت تحدي يأكلها الإنسان نعم هذك كاين اللي يشروها حق ذاك يأكلوها حق ذاك المنتوج ديالك راك نحيته وراك ديته للسوق وقتاش يكون وقت التقليب وقتاش يكون وقت الزبير مورا مور لي تنحي نعم طيب بحدي سلسل شهر هكذاك سلسل شهر سلسل شهر هكذاك سلسل شهر سلسل شهر ربع شهر نعم يعني كنحيو المنتوج تعنا تلت شهر باش نديروه عملية تقليب نقول لي لليد العاملة وش تقولنا على ليد العاملة ليد العاملة الحقيقة قليلة ليد العاملة لأنه بكل ماشي يولاد يرمع ويني ما تلقاش نعم تحلو باوسمو ما يخدمنا ما يخدموه اسم هذا الوقت ما ما تزيد العاملة حليلة نعم وش هم المصاعب والمشاكل هكتلقوها في هذه المجال اذو كل قضية قلت لك تعال ماملون اللي زونغري هذور أنا ما ننقوهم شي صادر في وقتهم تروح تحوص عليهم ما تلقاهم شو يعني كي تروحوا تشوروا الاسم ده ما تلقوهم شي ايها وفي وقتها ما تلقاه هاش نعم نعم هذه واحدة كي مثلا يعني شي ثاني دواوات اللي نشروهم ثاني ويكونوا بريمي تشريهم وتمع لبعش تدوي بهم بقرارك شريت هذوك الأدوية ولقيت هذوك الدوا ما يصلحوش كيفش تدير نغشي ان ننشيرون اهداанию نغش ننتراك واحدة اخر نغشأ نبش نشيرون اخر نان نعم نحن تأتي تكلام هذوك هذو كيفش هذو يكن يروين لا أحب أن يأخذ لك يأخذ لك هو الذي يخلط الدواء هو يقول لك هذا أو يقول لك مليار يعني يجب أن تشاري الأدوية عندما يكون مختص في الميدان يكون مهندس دولة في الفلاحة يعني هو يقول لك كيف يخلط الدواء وكيف يخلط الدواء وكيف تخلطها هذا الأسبوع رحت للسوق كيف تجد الأسعار الخضر والفواكه ما رحت للسوق ما ليش عندي ليتي مع الخدمة ما رحت للسوق بارك الله فيك مشاهدين الكرام نروح نديروكم جولة في السوق باش نشوفوا أسعار الخضر والفواكه ونره مواصلين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي نحن خرجنا للسوق ولقنا الأسعار الخضر والفواكه موسمية راه معقولة 版國ء مرحل مرتاحة نتاكه في اللحة هكذا هذه الأسعار على حساب العمدخول إذا كان الإنتاج غاوي كاين تكون متخافضة وإذا كان تقليل شوية تطلع شوية شكرا الأستاذ على هذه المعلومات والنصائح لقدمتهم المشاهد الكريم وإن شاء الله هذه المشاكل التي تتلقاهم في المجال الفلاحي في المزارعة إن شاء الله معنيين بالأمراء ويشاهدوا فينا ويحلوا لك الأبواب مشاهدين الكرام كان معكم استفاة تدريست في حصة خيارات بلادي هكذا ما أبقى لنقولكم بقوا على خين تلقوا في عدد آخر بحول الله سلام طلونا في البلاد